تاريخ يعيدوا نفسه توقع دين نعيشوا في حاجة اسمها الحجر الصحي العام الحجر الصحي العام هذي راهوا الكارنتين ولا الكارنتينة كيما يقولوها راهوا من التاريخ من قبل من عصر البيت من عهد حمودة بيش الفترات هذيك الكلها عاشت وبقت للأسف والأوب هذيك كيما الكوليرا والطاعون وغيره عافينا وعافيكم الله جاءوا واشتيحوا تونس وعشنا فترات صعيبة برشا رواية هذيها سودوية لحقيقة توجع ياسر فيها برشا حاجات يختص بيك حسنين بن عمو الرواية التونسي في عالم غريب وعجيب متاع المدينة في تونس زدها داخل البلاد نحكيه على ثورة راجل نسكل تعتبره بطل وهو بطل اسمه علي بن غذاهم اللي قام هكيا وقال خليني نكلم القبائل كما ماجروا الفرشيش وجلسوا لهماما ونمشيوا لكلنا القصار باردو ونثوروا على البي سماوها بي العربان علي بن غذاهم البطل هذيه يشدوا حسنين بن عمو ويردوا شخصية وطنية لكن في نفس الوقت يورينا الجانب الانساني اللي فيه الجانب خفي ما نعرفوهش في علي بن غذاهم اللي يمكن تقول خسارة والله حبيته يكمل حتى للاخر ما تكونش النهاية متاعه بالطريقة هذيه تكتشف مصفى خزندار السيد هذيه اللي حكم 30 سنة في تونس هو من أصل لقريقي وشد مع ثلاثة بيات كوزير أكبر وحكم في البلاد وصرق برشة البلاد وبعث برشة فلوس للخارج وعمل بعماله لكن في نفس الوقت تحب وتكره في نفس الوقت تحب علي بن غذاهم وتكر علي بن غذاهم على حاجات عملهم تقعد بيت في برشة حاجات تشوف شنية علاقة السيدق بي بالمصفى خزندار شنية حكاية خير الدين بيشة الشخصيات الكبار هذيه الكل تعيشنا حاجات في التاريخ مزيينة برشة اليوم نقدم لكم رواية اسمها عام الفزوع 1864 هو العام اللي فزعت فيه العباد عام سعيب تعدى على التوينسة وشالله ما نعودوش نعيشو حاجة كما هاكاية رمضانك مبروك مرحبا بيك حسني بن عمو سلام عليكم ورحبا كل عامو تبخير يا سيدي مرحبا للمستمعين والمستمعات وامسيها طيبة وارضوك مبروك براء أخرى بركة الله وفيك أنت دخلت إلى قلب رواية كأنا كبخري وانت يا عادل مخرج حسنين بن عمو أنت من أحسن الكتاب التوينسة في الرواية التاريخية قيدوم الرواية التاريخية البداية متاعها كانت في الثمانينات كتبت العديد من الروايات والرواية الحدث لأنك رجعت بها الرواية متاعك كنت قبل تطبع ألف نسخة وألف نسخة يمشيوا على روايحهم في شهرهم بعد ما تعودش تطبع بما أنك كنت تطبع وحدك من بعد الرواية الحدث ترجع بها ألف وثمانية وابعة وستين عام لفزوع وتحكينا على علي بن غذاهم لكن أنت عندك العديد من الروايات حسنين بن عمو وعليش أنا اخترت الرواية هذية خطر تقريباً نعيشه في نفس الأجواء تواعى المستوى الاقتصادي الأزمة الأوباء لحكي تبيعاً كل هكا واللي لا فعلاً فعلاً وعلى كل حالة هي رواية تحكي على ثورة تحكي على القلق المرازم الإيكونوميك وغيره والسياسي اللي كان سائد في البلاد في الوقت ذاكاً صادق باي هذا كله من الهثار بتاعو الأزمة المالية الأزمة المالية اللي عاشتها البلاد جعلت صادق باي ووزيره الأكبر مصطفى غزادار يلتجي آني إلى أمر مكروه جداً وهو الترفيع في الجباية والعودة إلى الشعب لامتصاصه وهو الحل الوحيد بعدما يكونوا قد ذهبوا إلى الخارج وطلبوا المساعدة أو الاقتراب وهو أسوأ السياسات هي سياسات الاقتراب فكان ذلك شرارة أشعلت البلاد ناراً واجعلت الأشياء تنقلب رأساً على عقب سواء كان باللسبة للسياسة أو باللسبة للشعب تعطيبة عاشنا فترة صعيبة برشا في الوقت هذيك الأخمدة الثورة هذيك بفضل الذكاء الثعلب معناها لهو مصفى الخزندار شخصياً فرق تسد فرق تسد وهو ذكي برشا للشخص هذيك وانا ساعتك نقرر روايات متاعك خطر مصفى خزندار ظهر في بعض الروايات الأخرى ما نفهمش معناه نقول هذي يحب تونس ولا ما يحبش تونس تخلينا انت حسين بن عامو ديما تخلينا ما نعرفوش الشخصية هذية لازم نحبوها ولا نوصلوا حتى ويعد يكره الشخصية هذية على العميل اللي عملها والعميل السودوي ديما نتسائل نقول شخص هذي خصنا الخزندار هل يحب تونس ولا ما يحبهش وانتي شنو اجابتك لا هو يحب راسه حبش تونس خطر ما تنساش فم حاجة المنشأة مصفى خزندار هو مملوك هو مملوك اختتي فهة صغيرا من بلادي اليونان وبيعه في اسواق اسطنبول ثم يعني هو واخوه احمد اه شراهم باية تونس ورباهم وقرمهم في يولا قعد مصفى حي احمد كان جنرال في الجيش توفى في يولا لكن قعد مصفى ومصفى يعني ساهروا احمد باي احمد باي الاول ساهروا على اخته فاظمح يعني كأنه من العائلة وفعلا من العائلة والدليل ان مصفى خزندار هو المملوك الوحيد الذي يدوفي لك في طوبة البيت وتبرينهم من العائلة الملكة معنا وتبرينهم مع عائلة لكن الرجل هذي بأنه مملوك فقد خدم سيده وأسياده خدمهم بصيفة يعني غريبة لكن ومبساج خدم روحوا بطريقة وفلس البلد زي 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 معنيها مالا بطريقة غريبة ياسر كان ناوي حقيقة انه يعمل كما محمود بن عياد يلم ما شاء الله من الاموال وبعد يهرب سواء كان الى فرنسا محمود بن عياد عمل قصار في فرنسا ومسال موجود الى يوم ناسي هدايا ثم ذهب الى اسطنبور وعاش كالامير برجل بجواره وبأمواله الطائلة محمود بن عياد الذي فلس البلد وكان الشيخ إبراهيم الرياح يقول عليه كان كان أعدل الظالمين أعدل الظالمين هكي أعدل الظالمين لأنه لم يترك أحدا بدون أن يفليسه كهو كهو معناها العدلة في الشيرة الأخرى يا بي العدلة الشريرة الشريرة كتبت العديد من الروايات وديما شهر رمضان يحذر هكا احنا في أول أيام رمضان وشهر رمضان يحذر عندك في الروايات متاعك خطر في ريحة بنينا في أجواء المدينة العتيقة هكا المسلمين قطبة حول أنفسهم إذا كان نحب أن تقول أنفسهم يعني كانوا يتبعدون طوال أشهر السنة ثم يلتفون حول بعضهم البعض ويتلائمون بوازع بوازع ديني وب قرب العائدة وبلب الشمل وهكذا يعني تحيا المدينة وتحيا الأسواق ويكون يعني طيلة شهر كامل يعني حفل دائم ومسدد ومسدد أنا أكيد مش نرجع نحكي على الروايات متاعك لكن فما مشاريع المشاريع هذوما للأسف معناها مع هالكورونا فيروس ومع الظروف متاع الحجر الصحي تأجل شوية التباعة متاعهم ونشرهم لكن خلينا نقولوا عليهم منتوا وخلي العباد تعرف ما فماش كان عام لفزوع فما مصفى بن سماعين نحكي وعلى آخر وزير أكبر تقلد المنصب هذي قبل دخول الاستعمار الفرنسي وكان هو من العباد اللي يتسببوا في دخول الاستعمار الفرنسي في الفترة متاع السيدق بي حجام سوق البلات رواية رائعة جدا أنا كان لشرف أني قريتها ومانيوسكري وبش نكتشفها إن شاء الله في الأسابيع المقبلة إن شاء الله رب يفرج علينا هذي أهم حاجة هكو إن شاء الله رب يفرج علينا هو أمام طوز إذا اللي تتمم لحديثنا عن مصفى بن سماعيل مصفى خزندار سيكون يعني حجام سوق البلات هو مع مواصلة تكملة تكملة ومواصلة للأحداث التاريخية وفيها أيضا مواصلة لصيرة مصفى خزندار لانتهاء على يد مصفى بن سماعيل تقريبا ولكان مصفى عمل المشكلة المصفى هذي كهي معني مصفى مع المشكلة المصفى ونكمل عمل المشكلة أخرى الخير دين باشا وهكذا يكون قد أغلق الحلقة على الوزراء الأول في الإيالة التونسية كما كانت تسمع إن شاء الله وعنا 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 رواية وليسكية إن شاء الله كيف هؤم حاضرين لكن كلهم يعني تحت قيد طبعا لكن كما شفنا إن شاء الله ربي خرجنا من الأزمة هدية بتاع المرض إن شاء الله يفقنا من كل السوء وكل وداء قادم علينا عندي المخرج متاعي حمزة السفار يتسائل ما هي الموريسكية الموريسكيين ذي حمزة والمستمعين الكل هما عرب الأندلس معنا المسلمين ليس عرب الأندلس مسلمين الأندلس سمعني مسلمين الأندلس اللي للأسف أطردوا وصارت النكسة وقتها أطردوا من إسبانيا وجاءوا للمغرب العربي وفي برشا مناطق في تونس كما تستور وكما زغوين وسلمين وغيرهم تكون في الميريا سيحة سينية وما أطردوا على خاطر ما حبوش يتخلاوا على زيانتهم الإسلامية وكانوا متخطبين يعنوا نصرانية وهم مسلمين في القلب وتبعرون بنصرانية لكن في حقيقة هم مسلمين يقوم بالشعائر الإسلامية في أماكن سرية بديارهم أو خارج ديارهم وهكذا لم يجد الكريسة الكاتوليكية في إسبانيا بدت من التخلص منهم هو بالطرد النهائي واضح مش خاليك كلمة الخيتين مش نوات حاب تقول للتوينس الفترة هذه فترة حجر صحي وكون فينمون فما برشا نيس رجعت للقراءة لقراءة الكتب أنت عندك رواية رائعة جدا وكافيونة وشهرة معناها من القراءة تبارك الله هي لكن من سؤل حظ أن المكتبات لا تعمل والله مكتبات مغلقة فما وديك المشكلة سوى يصني برشا يعني طالبات من عند القراءة فين نلقاوا كيفاش نلقاوا المكتبات محلولة مشاكرة إلا القليل القليل جدا ربا فما سيريس فما سيريس مكتبة قاعدين يحاولوا قاعدين يحاولوا بشي رسل فما مكتبة لوجيسا في ساحة برشلونة صحيح قاعدة تبعث بتاع الطريق البريد هذه الطريقة الوحيدة وماذا أنصح لست في موقع ننصح فقط كل واحد يعرف شكوني حاب يموت شكوني حاب يمرض شكوني حاب يصيب أذاء سواء كان أهل أو العزيزة لي حتى حد لذا نحاول بشي نقعد في ديانة ونحاول بشي نوسع ونفتح نوافذ عديدة فكل كتاب هو عبارة عن نافذة جديدة يفتحها المرأة على حياته فيطالع على حياة الآخر وعلى مشاريع الآخر وعلى تجارب الآخر وبذلك تحصله له فائدة وهو جالس في مكانه بعيدا عن المصائب هذه أحلى كلام من حسنين بن عامو ونحب أن نقول لك شي هي طيبة بارك الله فيك لأمثل هي طيبة ونصدر المستمعين ونصدر المستمعات وبرك الله فيكم يأتيك صحة شكرا لك أنت معنا على مباشرة شمسة فيم كانت هذه الفقرة مكتوب هذا كتاب رواية حسنين بن عامو عام الفزوع ورواية الأخرى حجم سوق لبلات والموريسكية عن قريب إن شاء الله